أسواق مختلفة في منصات تتواجد في شبكات تسمى الشبكات المظلمة أو الـ Dark Web أو Dark Net هذه الشبكات تستهدفها التحقيقات الألمانية والأمريكية بشكل مشترك كأحدى الأسواق العاملة في العملات المشفرة ما هي هذه التفاصيل المتعلقة بتفكيك أكبر منصة للعملات المشفرة في روسيا هايدرا أكبر منصة في الـ Dark Net أو الـ Dark Web أو الشبكات المظلمة التي هي عبارة عن إنترنت تستطيع أو مواقع على الإنترنت لا تستطيع الوصول إليها من خلال محركات البحث العادية ولكنها تستخدم محركات بحث معينة وهايدرا يتم الوصول لها باللغة الروسية عبر محرك بحث يسمى تور وبعد التفكيك لهذه الشبكة تم تحفظ على 543 عملة بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو وكانت هذه الشبكة أو هذا البيان المشترك ما بين المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بشأن هذه القضية يتحدث عن أنه كان هناك استخدام في أنشطة غير مشروعة للعملات المشفرة ولهايدرا بشكل عام ما هي هذه المنصة التي وصفت بأكبر سوق غير قانونية في العالم تم تداول ما يزيد على 5 مليارات دولار منذ عام 2015 تأسيس هذه الشبكة تم تداول 5.2 مليار دولار المبيعات على هذه الشبكة في عام 2020 فقط تجاوزت 1.2 مليار دولار يتواجد على هذه الشبكة 17 مليون عميل وتمثل 80% من سوق المعاملات المشفرة على الدارك نت أو الدارك ويب أو الشبكة المظلمة ونشاهد أن هناك حملات متواصلة لتقييد الأسواق المظلمة غير القانونية في 2020 جوكرز ستاش تم تقييدها وتفكيكها كونها متهمة بتداول بيانات بطاقات الدفع المسروقة والمزورة في 2021 أيضا إغلاق داركر ماركت وهذه الشبكة كانت تحوي 500 ألف مستخدم و2400 بائع وتم إغلاق العديد من خدمات الشبكات المظلمة بشكل طوعي ما بين 2021 و2022 أخيرا فيما تعلق بروسيا وأوكرانيا أكبر عملاء العملات المشفرة في العالم روسيا ثالث أكبر دولة تعمل في تعدين العملات المشفرة في العالم تستحوذ أو العملاء أو العمليات تقدر بنحو 5 مليارات دولار أوكرانيا في المرتبة الرابعة في مؤشر تبني العملة المشفرة العالمية وأيضا هناك 8 مليارات دولار تمر عبر أوكرانيا من العملات المشفرة سنويا فهناك استهداف واضح في الوقت الحالي لروسيا والتهرب من العقوبات عبر الشبكات المظلمة ومنها هايدرا أكبر سوق غير قانونية في العالم ترجمة نانسي قنقضة